النهاردة وزارة الدفاع الروسية اعلنت انها اهبطت عدة هجمات اوكرانية على موقع داخل روسيا بما فيها العاصمة موسكو وشبه جديرة الكرن تفصيلا بقى قالت ايه وزارة الدفاع تعالوا نعرف مع بعض بعد ظهر اليوم السابت تم اهباط هجوم ارهابي اوكراني استهدف موسكو وضع وحيها بطائرة مصيرة مشيرة الى ان الدفاعات الروسية اسقطتها دون ان يصفر الحادث عن اي اصابات وزارة الدفاع الروسية رجعت واكدت ان انظمة الحرب الالكترونية الجديدة اللي احنا بنعشها اهبطت محاولة طائرة من دون طيار اوكرانية لمهاجمة منشآت في موسكو اضافت الدفاع في بيانها انه تم اهباط محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم ارهابي بحسب تعبيرهم بطائرة دون طيار على اهداف في موسكو ومكاطعة موسكو وبحسب الدفاع ايضا رصدت قوات الدفاع الجوي الطائرة دون طيار في الوقت المناسب بعد تعرضها لانظمة الحرب الالكترونية فقدت الطائرة السيطرة وسقطت في منطقة محجورة وهذا هو الهجوم الثاني الذي يستهدف موسكو اليوم علانة روسيا صباح اليوم ان دفاعاتها الجوية اسقطت طائرة مسيرة في وسط العاصمة موسكو وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين على قناته عبر تطبيق تيليجرام ان انظام الدفاع الجوي اسقط طائرة مسيرة في وسط العاصمة الروسية واضاف سقط حطام الطائرة في منطقة مركز اكسبو واضح ان ذلك لم يتسبب في اي اضرار كثيرة للمبنى او استهداف المطار العسكري الهجوم الاوكراني الثالث احنا شايفين طبعا قدامنا الصور من هناك حسب ما بجلنا من وكالات الانباء الهجوم الاوكراني الثالث استهداف مطار عسكري روسيا في جنوب غرب البلاد وتسبب باضرار باحدة الطائرات العسكرية وفق المعلومات المعلنة منهم واعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت اهباط هجوم ارهابي نفذته اوكراني